اشتركوا في القناة يتعلق بنادينا الحبيب النادي الاهلي وآخر أخبار وتفاصيل وعلى مدار فقرات مختلفة من هذه الحلقة عندنا كلام كتير وتفاصيل كتير كالعادة هنتكلم فيها لكن خلينا نفكر حضراتكم بسؤال حلقة النهاردة واللي بتعلق بمبارات منتخبنا الوطني الأول منتخب مصر أمام منتخب السودان اللي هتنطلق بعد ساعة من الآن في بطولة كأس العرب وتوقعتكم لنتيجة هذه المباراة تواصلوا معنا من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وانستجرام وحناخد تفاعل حراتكم في الجزء الأخير كما هو المعتاد من حلقات التريند لكن البداية دايماً بتكون بأهم وأبرز العاملين تعالوا نشوف في تريند الأهلي الجهاز الفني ينتظر تحديد موعد السوبر الإفريكي وفي التريند المحلي تغييرات على تشكيل المنتخب أمام السودان أما في التريند العالمي العرب والأفارقة خزلوا صلاح في تصويت الكرة الزهبية أمور كتير جداً مهمة بالتحديد هنتكلم عن منتخمل الوطني ويعني ده أمر مهم جداً خلال الفترة الحالية خصوصاً في ظل منافسات كأس العرب وهنتكلم فيها بتفاصيل وخصوصاً في مفاجئات كمان تشكيل بتاع النهاردة فهنتكلم في الجزئية دي وهنتكلم كمان في موضوع محمد صلاح والتصويتات الخاصة بجائزة البالوندور اللي احتل فيها المركز السيارة لكن خلينا أقول لحظاتكم أهم وأبرز مباريات النهاردة في مختلف البطولات ونبتدي طبعاً ببطولة كأس العرب اللي يعني كتير من الناس خلاص كله بيتمحها نظراً لقوة المنافسة والبطولة في الحقيقة مميزة جداً ومباريات كلها رائعة ومنتخبنا أكيد بيلعب فأكيد حيكون فيه اهتمام كبير جداً من مصريين بهذه البطولة فنبتدي بمباريات اليوم النهاردة الساعة 12 الدهر بتوقيت مصر كانت مبارات الأردن والمغرب المغرب فازت بنتيجة 4-0 بأداء أكثر من رائعة للمبارات تانية على التوالي وفرقة إلى قوي قوي المغرب في الحقيقة رغم أن بيغيب عنها عدد من العناصر الأساسية المحترفة في الخارج نفس الحال بالنسبة لمصر والجزائر وبعض المنتخبات العربية المباراة التانية انتهت منذ لحظات هي مباراة لبنان والجزائر ودي مباراة بتهمنا جداً الجزائر خلاص فازت بنتيجة 2-0 وتأهلت لدور ربع النهائي من بطول الكأس العرب بس جزائر فازت بصعوبة شوي هتقول لي 2-0 بصعوبة هقول لك الجون التاني جيف للوقت بدلت ضائع من الشوت التانية المباراة التالتة اللي هتبتدي كمان ساعة ما بين السودان ومصر مصر عندها تلات نقاط من فوز وحيد على لبنان من مباراة واحدة بنتيجة 1-0 النهاردة مهم جداً نفوز إن شاء الله ويكون الأداء مكنع أو أكثر إقنعاً بعد المباراة الأخيرة أمام لبنان عشان ندي السقة شوية للنسبة للعابتنا والجمهور الكرة المصرية المباراة الأخيرة النهاردة هتكون ما بين فلسطين والسعودية دي مباراة هتكون الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ده فيما يتعلق به بطولة كأس العرب أما بخصوص الدوري الإنجليزي فالنهاردة في عدد من مباريات في إطار الجولة الخمستاشر من هذه البطولة الممتعة جداً 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 في الحقيقة أول مباراة النهاردة كانت مصيرة قوي وهي مباراة وستام مع تشيلسي وستام قدروا أن هم يعودوا في المباراة مرتين تشيلسي تقدمت بهدف وبعد كده وستام تعادله وبعد كده تشيلسي تقدمت وبعد كده وستام تعادله وبعد كده وستام تقدمه بالهدف تات عشان تبقى نتيجة 3-2 على تشيلسي وتهدوا فرصة لليفر بول ومانشستر سيتي إن هم يوصلوا للصدارة فبالتالي مين بقى؟ هنمشي بالترتيب الأول نيو كاسل بيلعب هذه اللحظات مع بيرنلي ساوسامتون مع برايتون ويلفر هامتون مع ليفر بول لو ليفر بول كسبت توصل للصدارة بس هتنتظر نتيجة مباراة واتفورد ومانشستر سيتي اللي هتكون الساعة سبعة ونص منشستر سيتي عندها اتنين وثلاثين نقطة تشيلسي تاتة وثلاثين خلاص وقف عند الرصيد ده وليفر بول واحد وثلاثين نقطة السراع هنا ما بين ليفر بول مع ويلفر هامتون ومانشستر سيتي مع واتفورد اللي يكسب فيهم هو اللي يبقى الأول ولو الاتنين كسبوا حيبقى منشستر سيتي أول ليفر بول تاني تشيلسي تالت نتمنى طبعا كل التوفيق لنجبيننا مصري محمد صلاح المتقلق نروح لمباريات الدوري الأسباني النهاردة إشبلية هتلعب مع فيريال أو لعبة خلاص مع فيريال والنتيجة كانت واحد سفر لإشبلية باشلونة الساعة خمسة وربع مع ريال بيتيس أتلتكو مدريد مع ريال مايوركا الساعة سبعة ونصف والساعة عشر بليل ريال سوسيداد مع ريال مدريد أما بخصوص الدوري الإيطالي فالنهاردة ميلان بيلعب في هذه اللحظات مع السليرينتانا والشوت الأول انتهى بتقدم ميلان بهدفين مقابل لشيء روما الساعة سبعة مع الإنتر مباراة قوية جدا 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 والساعة تسعة وربع نابولي مع أتلنتا دي أهم وأبرز المباريات في مختلف الدوريات وأيضا البطولات المهمة هنروح لفاصل بعد الفاصل كل الكلام اللي بتتعلق بآخر استعدادات وكوليس منتخبنا قبل دقائق من انطلاق مباراة اليوم وأمور أخرى تتعلق بالنادي الأهلي استنمونا بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد خلينا نبتدي كلامنا عن منتخبنا الوطني الأول ومباراة مهمة جدا أمام السودان النهاردة مهمة قوي طبعا أنت تكسب عشان تدمن خلاص اللي التهى واللي دور ربع نهائي مع الجزائر اللي كذبت النهاردة لبنان بصعوبة أيضا في مباراة كانت قوية شهدت حالتين طرد هنا وهنا في الجزائر الأول في دقيقة حاجة وسبعين وبعد كده بعد 10 دقيقة في دقيقة حاجة وتمانين لبنان طرد منها لعب وكانت مباراة قوية وكان لبنان في بعض الفترات رايبين جدا أنهم يسجلوا أهداف ومن هنا أنا عايز أبتدي كلامي على المنتخب لأن احنا دايما يا جماعة في مصر هنا بعض النقاد وبعض المحللين وأيضا بعض الجماهير بيتكلموا في إطار إيه في إطار الهجوم المطلق والانتقاد المطلق وكل الاحترام طبعا لكل الأراء يعني ده أمر طبيعي لكن لازم نبقى عارفين يا جماعة الأهداف الأول نبقى عارفين الأهداف الأول من مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة كأس العرب الأهداف بتتمثل في إيه من خلال متابعتنا لكيروش والتغيرات الكتير اللي بيعملها والتشكيل المفاجأة النهاردة اللي حنتكلم عنه في الحقيقة وبعض الانتدابات والاستدعاءات اللي بيعملها في المنتخب بعض الوجوه اللي بتشارك لأول مرة وتنضم لأول مرة لمعسكرات المنتخب واضح أن الرجل عنده أهداف أخرى بعيدة عن كأس العرب أهداف قد تتعلق بكأس الأمم الأفريقية قد تتعلق بطبعا مش قد أكيد بتتعلق ب المرحلة النهائية في تصفيات الأفريقية المؤهلة الكأس العالم بإذن الله في شهر ثلاثة فواضح أنه بيجهز واضح أنه بيشوف إيه الأنسب مين اللي يصلح ومين لا يصلح للمنتخب فبالتالي الهدف من خلال المشاركة في البطولة دي أنه بيجرب بيشوف الدنيا أخبارها إيه اللي عيب ده كويس هينفعني اللي عيب ده مش كويس هجرب مراكز أشوف ده ينفع في المكان ده ولا ما ينفعش وخصوصا إن إن المنتخب يعني الأدق مش بيعجبنا شوية وكلام من ده بس لازم نبقى إحنا محددين أهدافنا لازم نبقى إحنا عارفين أن الرجل هدفه إنه يجرب يعني في نفس الوقت لما تيجي تبص كده عن منتخبنا الوطني فالمنتخب جاله مدير فني ما بقلوش شهرين أعتقد يعني مكمل شهرين صح تقريبا مكمل شهرين ودي فترة قليلة قوي على إن إحنا نحكم بشكل سريع على أي تجربة وخصوصا مع منتخب يعني الفريق أو النادي غير المنتخب ممكن النادي مبارك كتير وعلى بعد بتاع تلاقي الدنيا انسجام حصل بشكل سريع تلاقي التوليفة بقت موجودة بشكل أسرع لكن لما منتخبات بتبقى التجمعات على فترات ومدير فني جديد وجاي في فترة دايقة جدا عندك هدف أساسي ورئيسي هو التأهل لكاس العالم بإذن الله تعالى بخلاف نتمنى طبعا نحن ناخد توتر الأفريقية إن أقيمت يعني في الكاميرا وحن نتكلم عن الجزئية دي لاحقا فبالتالي الرجل ما بقول شهرين فإحنا كمصريين أو كإعلاميين أو كمتابعين كنقاد كمحللين مش مطلوب أبدا أن نحن نفضل ننتقد ونفضل نهاجم طب حنقض نهاجم في الديني حل هتغير مدير فني دلوقتي في فترة دايقة زي جدي انت عندك بالضبط إحنا في شهر 12 عندك ثلاث شهور وشوية أو أربع شهور إلا تمام على المطشين الفاصلين في التأهل لكاس العالم فلازم نهاجم إحنا المناخ ده دورنا لازم نهاجم المناخ أنا بستغرف في الحقيقة كم من المحللين والإعلاميين اللي بينتقدوا بشكل كبير جدا دون الوضع في الاعتبار بعض من المنطقية اللي بتتمثل فيه ان ده مدير فني جديد وبيجرب وكلام من ده وبعدين حسيت ان إذ فجأة احنا دخلين بطول كاس العبدي طبعا نتمنى ان احنا نخدها لكن يا جماعة مش ده الهدف الأساسي وكان واضح من تلمحات وتصرحات الرجل في المؤتمرات الصحفية كيروش ان هو مش رايح عشان ياخد البطولة هو رايح عشان يجرب ويشوف الأخبار ايه ومين ينفعه ومين ما ينفعهش فلازم ندير الرجل فرصة ومن انتقدوهش بشكل كبير وما نحاولش ان احنا نقلل من معنوياته او من معنويات الجهاز الفني او من معنويات اللعيبة بعده يتكلم على ان في بعض العناصر في الجهاز الفني مش بيشارك وما بيقولوش رعيه مجامعة كل واحد حر المدير الفني براحته هو طبعا كنصيحة والافضل ان هو يلجأ لكل الناس خصوصا العناصر المصرية في الجهاز عشان يستفاد من خبراتهم ومن طبعاتهم اللي كانت بالشكل كبير جدا لكل اللعبين المصريين في الحقيقة ده منطقي او ده انتقاد منطقي لكن في نفس الوقت خالص مش عايزين نوعا نركز نعمل سبوت على النقطة دي على الكلام ده ونخلق بعض الازمات وبعض المشاكل لا المصلحة واحدة المصلحة ايه تقتضي بالمساندة والدعم تقتضي ان احنا عايزين نوصل لأهدافنا فبالتالي لازم تدعم لازم تساند اقول في عيوف في اخطاء فيه مش عافق حلو بس لازم تدي الثقة للناس دي عشان الهدف الاسمة نوصل له بإذن الله تعالى وهو التأهل لكأس العالم لكن ده الكلام اللي انا كنت حابب اقوله في الحقيقة قبل معرف تشكيل منتخب مصر تعالوا بقى نتكلم عن تشكيل منتخب مصر وانا حفضل على كلامي في الحقيقة بخصوص الدعم المساندة منتخبنا الوطني الاول لان ده امر مهم لكن التشكيل زي ما حضركم شايفين كده على الشاشة هو تشكيل غريب شوية صح؟ اه صح طبعا تشكيل غريب من شوية لا جدا عندك حق اه ممكن نقول ان هو بيختار او فيه مثلا اتنين عايز يريحهم عشان انذارات اعتقد شريف وحد كمان مش فاكر مين تمام وعشان ماتش الجزائر وكلام من ده لكن في نفس الوقت لو دي الرسمة اللي حررتكم شايفين على الشاشة اللي نازل من خلال الصفحة الرسمية الاتحادة لمصر الكورت القدم لتشكيل منتخب مصر في الملعب فهنا يبقى فيه مشكلة التشكيل زي ما حررتكم شايفين محمد شناو في حراسة المرمة خط الدفاع عمر كمان عبدالواحد باكرايد بلعبها في يوتشر ما فيه مشكلة احمد حجازي والوينش مساكين بقى لهم كتير مع بعض وفيه تجانس وتفاهم كبير وأحمد فتوح الموهوب جدا باقتنع به جدا في الحياة كزهير أيصر تعال بقى في نفس الملعب عمر سلية طبيعي جدا يبقى موجود لكن تعال بص المفاجأة دي أيمن أشرف طبقاً اللي موجود هنا ارتكاز في نفس الملعب أو يا سيدي لو هو بيلعب 4-3-3 فهو بيلعب قدام عمر كمان عبدالواحد إلا إذا هم كانوا عايزين يعكسوا أيمن أشرف مكان سلية أيمن أشرف قدام أحمد فتوح بس مش مان يعني أشرف عمره ملعبها يعني أنا بتبع أيمن من أيام الناشئين في النادي الأهل عمره ملعبها هو لعب مدافع ولعب زهير قيصر لكن المكان ده غريب جدا طب اللي خليه يلجأ لا أيمن أشرف في الحتة دي طب أنت عندك مهند لشين موجود على الدك حمد فتحي الحمد لله سليم كل حاجة لكن برتوكول الفيفا بيقول أن لا لسه لازم في برتوكول طبي معين يطبك وبعكاية عود للمشاركة لكن هو سليم وزيف فل فبالتالي هو كيكا مش هيلعب لكن عندك مهند لشين طب ما هو موجود ده في نصر من من أحسن اللعبة في مصر في نصر الملعب فغريبة أو نقص طب عندك أكرم توفيق أكرم من الناس اللي عندهم إن زرفة ممكن مش عايز اللعبه هو محمد شريف عشان مطش الجزائر عنده حقف دي طب ليه مش مهند فدي حاجة غريبة حسين فصل من اللعبة المميزة جدا جدا مع سموحة السنة دي وعمل موسم كويس فما فيش مشكلة خالص إن هو ياخد فرصة ورؤية من الجهاز الفني طبعا تحترم أحمد السيد ديزو لعيب كبير أحمد رفعت في مكانه لعيب كبير ومروان حمدي لعيب كبير لكن أيمان أشرف مش في مكانه خالص هي دي النقطة لكن خلينا نحطها في إيه في إطار التجربة في إطار الاستكشاف بما إن الرجل بقاله شهر ونص على شهرين مع المنتخب فبيستكشف بيجرب لأن مش حيبق بصراحة يعني أنا بشوف من وجهة نظر يعني إن مش حيبق منطقي أبدا إن إحنا نحاسب الرجل على طول كياس العرب ده ما يبقى الشغل صح ده يبقى هو انتقاد لمجرد الانتقاد يعني لازم نحط كل حاجة في الصورة بتاعتها وندي كل حاجة حقها فده أمر كان مهم نتمنى كل توفيق لمنتخبنا وبالمناسبة ناس كتير بعد ما شافوا دور الأول من دور المجموعات في كاس العرب بعد ما احنا كسبنا لبنان بالعافية واحد سفر من دور الجزائر لأفشة وشوفنا الجزائر بتكسب أربعة أو خمسة أو أكسبة أربعة وشوفنا تونس بتكسب خمسة والمغرب مش عارف تكسب كان فقلنا إيه ده الناس دي جايما مش بتهزر والناس دي تقيلة جدا وعايزين يكسبوا البطولة وشوف الأداء وشوف الحلاوة وشوف المتعة تعالى بقى في المطش التاني تونس خسرت 2-0 الجزائر كسبت لبنان اللي فرج على المطش قبل الحلقة كسبت لبنان بالعافية اللي احنا كسبناها أيضا بالعافية اللي منتخب واضح أنه محترم 2-0 فبالتالي ايه مش عايزين نتصرع في الحكم على أي شيء المنتخب الوحيد اللي ماشي بشكل ممتاز لحد دلوقتي هو المنتخب المغربي مكنع مبدع ممتع بصراحة يعني من المنتخبات الصعبة جدا لكن إن شاء الله ربنا يكرر المنتخب النهاردة يكسب ومش لازم نركز على الاسكور يا جماعة مهم أننا نقتنع بالأداء شوية يكسب ويتبقى الدنيا حلوة فهتلاقي أننا في الراسنا بقت متساوية مع المنتخبات الأخرى سواء الجزائر أو تونس مثلا والمغرب فرقة بشوية عننا فهنشوف بطولة كويسة كمان في الأدوار الإقصائية في الحقيقة بالتحديد وانت في كل أحوال عايز تكسب مبارياتك بغض النظر هتقابل مين أو ش هتقابل مين ناس بتقول عايزين نكسب النهاردة والجزائر عشان منقبلش المغرب اللي هي عتكون أول المجموعة يعني ما نتلاعش التاني مجموعة قبل المغرب فبالتالي ده أمر غاية في الأهمية مهم جدا المتابعة بالمساندة والدعم المنتخبنا الوطني ده فيما يتعلق بمنتخب مصر محمد صلاح واللي خد المركز السابع في البالوندوش الكرة الزهبية وأنا بالتحديد خلاص الموضوع بعله 3-4 أيام أنا باتكلم على إيه على التصويت لمحمد صلاح والدول اللي صوتت لمحمد صلاح واللي ما صوتتش لمحمد صلاح والناس اللي دولوا صوتهم والناس اللي ما دولوش وده أمر مهم جدا ولفط نظري في الحقيقة من مبارح فتعال كده واحدة واحدة بص بقى سيدي عندك ست دول عربية فقط ست دول عربية فقط صوتت لمحمد صلاح كرقم واحد اللي هو في المركز الأول في تصويت البالوندور اللي هم مين؟ مصر أمر طبيعي العراق أردن فلسطين اليمن وجنوب السودان جنوب السودان مش دول عربية في خمس دول عربية فقط اللي ادت لمحمد صلاح في المركز الأول حلو 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 عفو أنا اللي يهمني في المقابل في دول أخرى في أفريقيا ادت لمحمد صلاح يعني مثلا كاميرون ادتوا المركز الثاني جنبيا الثاني جزر القمر الثالث جبوتي الخامس غانا الثالث ليبيا الثاني المغرب الخامس ليبيريا الخامس نيجيريا الخامس روان يعني كده حلو لكن أنا في عندي عتاب عتاب الأشقاء لإخواتنا العرب رغم أن هم حقهم طبعا كل الحق أن هم يصوتوا لأي حد هم شايفينه مجد نظرهم أنه هو يستحق الكرة الزهبية في العالم كله لكن ألا يستحق محمد صلاح هذا العام أنه يفوز بالكرة الزهبية وده سؤال بوجهه للدول الخامسة اللي ما صوتوش لمحمد صلاح في أي مركز من المراكز اللي هو أنا بتكلم عنك صحفيين طبعا مش الدول يعني هم الصحفيين اللي بيحكم لهم التصويت اللي هم من سوريا ولبنان والجزائر وتونس ومريتانيا والصومال خمس دول أو ست دول عربية ما صوتت لمحمد صلاح في أي مركز مش مقتنعين يا محمد صلاح حقهم كل الحق أن هم يصوتوا يعني الممثلين بتوحهم حقهم كل الحق أن هم يصوتوا لكن ألا يستحق محمد صلاح مساند عربية ودعم عربي أنه حتى اللقب من محمد صلاح فخر العرب حاجة ستبقى صابقة اللي هي الأولى من نوعها أن محمد صلاح يفوز بأفضل لعب في العالم فمش عارف إيه الأسباب في كده هو مجرد عتاب ولوم الأحبة والأشقاء بنحبهم كلهم وكلهم حبايبنا الصحفين اللي صوتوا لكل الناس معنا محمد صلاح يعني في الدول دي لكن يعني مساند يعني أعديكم مثلا لو رياد محرز في الجزائر الرجل العيد كبير وتقيل جدا وهو حاجة موهبة عظيمة لو بينافس على الكرة الزهبية أنا واثق وكل الثقة أن الصحفية مثلا الناس مظهر اللي هي بتصوت باسم مصر في الفيفا أو في البلندور تحديدا أنا واثق أنها هتدي المحرز أول واحد ليه لأن إحنا هدفنا كلنا نبقى ما عايزين أو زياش مثلا في المجرب هتدي زياش أول واحد إحنا عايزين لعبتنا العربي ودايما في أبهى وأحسن صورة فليه لا ما يكونش عندنا لعيب عربي بيأخذ أحسن الله في العالم ومحمد صلاح تحديدا ونحن مش بقول كده عشان نجام محمد صلاح لا الرجل بصراحة يستحق الرجل بصراحة بيجيب أهداف غير طبيعي سيبك من الأهداف الرجل هو النجم سوبرستار الدوري الإنجليزي سوبرستار ليفربول يعني أنا مش شايف أنه فيه حاجة مقصة عشان ما يأخذش أحسن الله في العالم بصراحة فهنا له معتاب يعني الأشقاء لهذه الدول في الحقيقة لكن إن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية أكيد حيكون في مساندة ودعم كبير جدا من كل الدول العربية إن شاء الله كمان في الجايزة الجديدة السنة الجاية وإن شاء الله محمد صلاح يقدر بإذن الله يفوز بجايزة أحسن الله في العالم تعالوا بقى سريعا نتكلم عن جزئها مهمة وهي بتتعلق بالنادي الأهلي وممتخمنا الوطني وهو الحديث على مدار الكام يوم اللي فاتوا وبخصوص المواعيدة المتضربة ما بين كأس العالم الأندية وكأس العالم وكأس العالم الفترة وإحنا نتكلم لما حضراتكم بالتفاصيل في الجزئية دي تحديدا في حلقة سابقة لكن في نفس الوقت الجديد إيه في القصة دي الجديد إن وزارة الرياضة الكاميرونية أعلنت إن الأستاذ التعليف تتاح اللي هو الأستاذ الأوليمبي مش جاهز إنه يتسلم للجنة المنظمة للبطولة خد بقى هيا دي المفاجأة بقى ده قبل إيه البطولة المفروض حتنطلق كام يوم 9 يناير إحنا النهاردة كام أربعة صح ولا تلاتة النهاردة أربعة يعني كمان شهر بالضبط المفروض البطولة تبتدي شهر وخمس تيام فقبل الشهر وخمس تيام دول الوزارة الرياضة في الكاميرون بتعلن إن الأستاذ يا جماعة اللي هو حيبقى عليه مطش الافتتاح الملعب الرئيسي للبطولة مش جاهز ده إن ده اللي يدل على إيه حط كده في اعتبارك إن الملعب الرئيسي مش جاهز تما بلك بكل الملاعب ده إن ده اللي يدل على إن كل الملاعب مش جاهز ده إن ده اللي يدل على إيه على إن الفيفا عندهم علم وإن فرص الكاميرون في استضافة البطولة وإن فرص إن البطولة تقام في موعدها صعبة فبناء عليه حطوا مواعيد إيه بطولة كأس العالم الأندية والاتحاد الدولي متداخل جدا في الاتحاد الأفريكي جدا فوق حضراتكم تتخيلوا فأكيد ما حطوش المواعيد بتاعة كأس العالم كده بشكل عشوائي لا هم عارفين كويس قوي ده يوضح أن فيه فرص كبيرة جدا لتأجيل بطولة تتخطى 60% تأجيل بطولة كأس العالم الأفريكي أو إلغاءها تتخطى 60% وده معناه أن الكأس العالم الأندية حيكون في معاده بشكل طبيعي وأن كل الأندية تشارك بقوامها الكاملة فأكيد فيه كواليس كتير في الملف ده هنعرفها خلال الأيام القادمة هنشوف إيه المخبيات الأيام الجاية في الملف ده لكن أقول لحرككم من النسبة الأكبر أنه هيتم تأجيل أو إلغاء بطولة كأس الأمم الأفريكية طبقا للمعطيات اللي أنا اتكلمت فيها مع حضراتكم هنروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نكمل استنون